فعلا سنة عشرين عشرين بتؤكد ان هي سنة الغرائب والترائف ليوني الميسي يقرر الرحيل عن برشلونة انتو عارفين الخبر ده يمثل ايه الجماهيل برشلونة؟ لا ده يمثل حاجات كتيرة يعني كل اللي حصل في عشرين عشرين ده حمادة واللي ميسي يمشي من برشلونة ده حمادة تاني خالص بالنسبة لجماهيل برشلونة ميسي ابلغ الادارة ان هو مش عايز يكمل في برشلونة وعايز ياخد تجربة جديدة وعايز يفعل البند اللي هو يفسخ بيه التعاقب مع برشلونة جماهيل برشلونة اللي قبلت الخبر بالصدمة جماهيل برشلونة اللي منبارح فيه اعتصام قدام النادي واللي تسبب فيه ان رئيس النادي قدم استقالته عشان ميسي قرر الرحيل يا جماعة ميسي هو برشلونة ميسي هو دلوقتي القوة الضربة وبيمثل تسعين في المية من قوة برشلونة ميسي يمشي يعني بارشلونا ينهار جماهية الملكة طبعا فرحانين جدا جدا ان ميسي هيمشي وعارفين قلمة ميسي بالنسبة لبارشلونا طيب ميسي الكلام الاكيد والكلام كتر وخلاص بيقولوا انه في الستي هل الكلام ده صحيح هيجاور رياب محرز وهيلعب مع رياب محرز نفس الفريق ودكيبن دي بروين واجويرو وجوارديولا من على الخط حبيب قلبي ميسي تعالي ده انا محتاج لك ده انا ده حنقوله جوا الحلقة معكم اعصاب السرساوي لو امرت فرق عليها لايك وشير عشان حلقة تنتشر لايك كتير عشان حلقة تنتشر واشتريك في القناة فعل زور جاشر وصلاك كل اشعار بفيديو من نزله ويلا نتكلم الان ديال المهتمية بميسي وميسي فعلا خلاص في منشستر سيتي ولا لا يلا بينا في البداية احنا بقلنا اكتر من خمستاشر يوم بنسمع ان ميسي خلاص ده بعد ما طالعه من الابطال ان ميسي خلاص حيمشي من برشلونة ميسي هيغير الدار ميسي لازم يشوف له فرقة تانية ميسي زهق ميسي مش مبسوط في وفي ظل وجود ادارة برشلونة ميسي خلاص قال للادارة ان انا مش هقدر اكمل وطبعا وقع اللي ما اللي طبعا جباهي البرشلونة مكنش مستنياه ان وقت الرحيل ازف لميسي طيب هل الكلام ده ميسي قال لقدارة برشلونة انها همسي تهويش عشان الادارة تستقيل زي مرئيس الناس استقال ويجيبوه له اللي هو عايزين اللعيبة اللي هو عايزها ولا هو بيتكلم جد والتقارير الكتيرة اللي طلعت وقالت ان مشستر سيتي خلاص هيوقع مع ميسي خلي بالكم الكلام ده مش منقابل الصدفة صحفي اللي قال ان نيمار رايح باريسا جرمان نفس اللي قال ان ميسي هيبلغ داريب برشلونة اللي هيمشي وهو بيقول برضو ان جوارديولا تواصل مع ميسي وميسي قال لجوارديولا ان انا عايز اجي السيتي قلعب تحت خياتك فبنسبة في حالة مشايان ميسي بنسبة تسعين في المية حيلعب في مانشستر سيتي ميسي اللي محدش هيقدر يدفع تمن وغير اندية محدودة اول الاندية دي مانشستر سيتي طبعا باريسا جرمان ريال مدريد واليوفي بس هنستبعد ريال مدريد لان ريال مدريد صعب ميسي يروح للمدريد بعد التاريخ اللي عمله ولا في كورت القدم ما عادش في حاجة اسمها صعب بقت كله بيدور على الفلوس ما بيدورش على الانتماء وهو كان بيلعب فيه كورت القدم دلوقتي المادة اللي بتضغى لكن اعتقد ان اقرب هذه الفرق يعني اليوفي نفسي يروح اليوفي طبعا وناس كتيرة وعريضا نفسهم يروح اليوفي عشان يلعب بجانب كريستيان رونالدو عايزين يشوف الصنائية مع كريستيان رونالدو لكن اغلب الناس اللي حتى بتحب بشرنا ممكن يتقبلوا ان يروح لمانشستر سيتي لان هم بيحبوا جورديولا تخيل كده ايش سيتي اساسا من غير ميسي عامل ازاي تخيل بقى لما يروح له ميسي يعني يبقى ميسي وستيرلينج ورياب محرز وديبروينج وقدامهم اجويرو يا جماعة اعلن الحرب لا انتو انا بالنسبة لانا كمشجع لمانشستر سيتي لو ميسي راح ادهم له من اول الموسم كده عشان ايه ما انضيعش وقت بجد بجد لان مش عدل مش فير والله صراحة نص ملعب ديبروين وقدامه ميسي هيبقى نص ملعب خرافي وقدامهم محرز وستيرلينج ولا ايكويرو لا الوضع هيبقى صعب صعب على اي فرقة انها تجاري مانشستر سيتي مانشستر سيتي قدوم بالنسبة له ميسي يعني دور القطار وعلى فكرة الصفقة لو غالية حتى لو حيدفعوا فيه متين مليون مفيش اي مشكلة ده لو دفعوا فيه سبعمائة مليون لشرط الجزائي مفيش مشكلة هيجيبوها يا باشا من التشيرتات هيجيبوها يا معلم والله من التشيرتات بتاعت ميسي بس اللي هتتباع ده غير البطولات اللي هيحققها وهم جايبين برضو يعني جوارديولا عايزوا عشان دور الابطال جوارديولا مش عايز فيها خط دور الابطال لكن في ظل وجود ميسي مع الفرقة دي لا صعب صعب اي فرقة جاري مانشستر سيتي مع تدريمات جوارديولا هيجيب حد في الدفاع هيجيب فالموضوع هيبقى شبه مستحيل حد ياخد الدور النيزة السلاجية من مانشستر سيتي وحتى دور الابطال لكن ده الكلام اللي كله بيقولوا ان خلاص مانشستر سيتي بيخلص في ميسي وميسي عايز مانشستر سيتي يعني هنلاقي الرياب محرز وميسي وديبروين واجوير وستيلنج ايه يا عم الحاج في ايه لكن في ناس تانية بتقول لك لأ هو ممكن يروح باريس جنب نمار ويلعب مع نمار اعتقد ان لو راح مع باريس باريس دوري الفرنسي برضو دوري مش معروف لكن دوري انجليزي دوري دوري اقوى دوري في العالم دلوقتي والرغاوة وي 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 لأ من مصلحته ان يروح لكن باريس قادرة انها هتدفع له زي ما دفعت للمار داخدت نمار في عز نمار وبالشرط الجزائي مش هتاخد ميسي لأ تاخد ميسي يا باشا نبقى نمار وميسي وصلين نهاية تشامبيز برضو يعني ما اخدهوش بس وصلوا نهاية تشامبيز ليج لأ ميسي ممكن ما استنجاة مع نمار ياخده دوري ابطال مفيش اي مشكلة اليوفي بقى بدوره كان عايزه برضو انا انا عن نفسي اتمنى ان الروح يبقى عشان نشوفه مع رونالدو بس مش اكتر لكن طبعا الخبر المضحك ان طبعا ادارة ارسنال هتتدخل في الصفقة هيدهم جندوزي وهيدهم عليه بالتقصيد بقى يخلصوا الصفقة بالتقصيد يعني كلام مضحك برضو ان ارسنال يخش في الصفقة ولا حتى منشسترونيتل منشسترونيتل اللي مش عارب انا نفسي يجي منشسترونيتل بس منشسترونيتل مش عارب يخلص صفقة سانشو هيخلص صفقة ميسي نيجي بقى للسيناريو اللي فيه ناس ابتدت تنادي به انبالح وتقال وانا من وجهة نظر يشايف ان السيناريو ده قريم برضو ان دلوقتي كان مشكلة بميسي مع ادارة برشلونة مع رئيس برشلونة رئيس برشلونة اعلنت استقالتها يعني ميسي بيعمل كده او بيضغط بالورقة دي انا هامشي عشان تجيبولي اللعبة اللي انا عايزها وعشان خاطر تمشوا او الادارة تمشي دي تبقى كرسة لو فعلا ميسي استنى بعد الرئيس النادي مقدم استقالته والادارة قدمت استقالتها دي تبقى كرسة فعلا لعيب متحكم في نادي بالطريقة دي ده مش بس الكلام كان زمن يقولك ده ميسي بيتحكم من يلعب ومن ما يلعبش كل يسك قبل يجيب عام ما يحصلش الكلام ده لا بيحصل بيحصل انا مم صدق الكلام ده ميسي يتحكم مين ييجي ومين يمشي ده ماشي ما عنديش مشاكل مصري بتحكم في التشكيل برضو. ما عنديش مشاكل لكن يتحكم في ان النادي مين اللي يقعد فيه رئيس هو مين اللي يمشي منه دي كارسة. ده هو صاحب النادي على كده. ده يا كده يبقى مصري هو صاحب النادي. مش ما يعني محصلة هي من هشغل كده. ان انا اقول مش لايب غير لما رئيس النادي والادرة دي تمشي. هو الناس بتقول ده الاقرب من بعد آآ رئيس النادي ما قدم استقلته انه بيقوله ان ميسي هيقعد وبيضغط على الادارة بس وحيجدد له وحيقعد يعني وحيجيب له اللعيبة اللي هو عايزها وكومن برضو بيقول ان كومن لما جيه قال لي ميسي ان هو عايز يسيطر على قط اللبس. قال له انت هتبقى بالنسبة لي زي اي لعيب وميسي طبعا ما ينفعش معاك الكلام ده. فهو ممكن يكون ضغط منه عشان برضو كومن يعرف حجمه هو جاي على فرقة فيها مين. الكلام ده هو اللي بيتقال الاقرب دلوقتي في حالة الرحيل منشستر سيتي بنسبة تسعين في المية. وفي حالة عدم الرحيل فهو بيضغط على الادارة عشان تمشي وبيضغط على اللي موجود في النادي ويعرف انا مين وحتى المدرد. اي مكان اسمك انا ميسي. وده اللي حنشوفه في الساعات القليلة القادمة قرارك في الكومنتات انت نفسك ميسي يروح فين ولا متوقع يروح فين. ودمتم في امان الله.